بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء الرابع من الدرس الخامس وهو عن تحليل كثيرات الحدود من الدرجة الثانية فلو أن عندنا المعادلة x تربيع ناقص 3x زائد 2 هنا الحد الأوسط وهنا الحد المطلق فننظر إلى إشارة الحد المطلق وهي موجبة فيكون طبعا x تربيع هي x في x أما الحد المطلق هنا هو 2 فيكون المطلوب عددان حاصل ضربهما 2 لحصن الحظ أنه ليس عندنا إلا 1 في 2 عددين حاصل ضربهما 2 ومجموعهما 3 ف1 في 2 ب2 ومجموعهما 3 كيف نضع الإشارات؟ تكون إذا كان هذا الحد المطلق موجب تكون متشابهة مثل الحد الأوسط فالحد الأوسط هنا مثلا سالب فيكون هنا سالب سالب ماذا لو كان الحد المطلق إشارته سالبة؟ إذا كانت إشارته سالبة كان المطلوب عددان حاصل ضربهما 4 والفرق بينهما 3 هنا إذا كانت موجب مجموعهما الحد الأوسط أما إذا كانت سالبة كان الفرق بينهما هو الحد الأوسط 3 فأربعة إما أن تكون 1 في 4 أو 2 في 2 نريد أن يكون الفرق بينهما 3 إذن الحل هو 1 وأربعة لأن 2 في 2 الفرق بينهما 0 كيف نضع الإشارات؟ إذا كانت هذه الإشارة سالبة كانت الإشارات مختلفة الأكبر فيهما يأخذ إشارة الحد الأوسط فأربعة هي الأكبر تأخذ الأوسط سالب والثاني عكسها موجب ماذا عن تحليل هذا المقدار؟ قد يحتاج أحيانا إلى التجريب ولكن نبدأ نحاول 2x تربيع ليس لها حل إلا 2x في x أما 4y تربيع قد تكون 2 في 2 أو 1 في 4 ولكن نود أن نقول هنا أن الأشارات هنا سالبة فالمطلوب عددان حاصل ضربهما 4 والفرق بينهما 7 إذن فلو وضعنا هنا 4 وهنا 1 ننظر إلى الطرفين 2 في 4 8y والوسطين 1 في xy يعطي xy هنا ثمانية xy وهنا xy الفرق بينهما كم؟ 7 إذن هذا هو الحل الصحيح والكبير يأخذ إشارة الوسط ثمانية xy أن هنا نأخذ موجب والثاني سالب أحيانا يعني يكون عندنا معادلات من الدرجة الثانية مثل هذه المعادلة مثلا x تربيع زائد 2x ناقص 5 يساوي 0 وقد نستطيع تحليلها يعني مثلا نريد عددين حاصل ضربهما 5 والفرق بينهما 2 ففي هذه الحالة عندنا القانون العام لحل المعادلة التربيعية وهو كالتالي إذا كان عندنا معادلة تربيعية على الشكل ax تربيع زائد bx زائد c يساوي 0 فإن جذور هذه المعادلة تكون سالب b زائد أو ناقص مرة زائد يعطي جذر ومرة ناقص يعطي الجذر الآخر الجذر التربيعي لb تربيع ناقص 4ac على 2a وأنتم كما تعلمون أن المقدار b تربيع ناقص 4ac يسمى المميز وهو يمكن أن يكون موجبا يمكن أن يكون عدد موجب أو سالب أو صفر فلو كان موجبا كان هناك جذران مختلفان ولو كان سالبا لا يوجد هناك أي حل ولو كان صفرا كان هناك جذران متشابهان أي لهم نفس القيمة فنعود إلى مسألتنا سالتنا a معامل x تربيع وبمعامل x الحد الأوسط وص هو الحد المطلق فa هنا هو واحد وb هنا هو اثنين وص سالب خمسة نعود في القانون x واحد واثنين يساوي سالب b أي سالب اثنين زائد أو ناقص الجذر التربيعي بتربيع بأربعة ناقص أربعة a بواحد في سالب خمسة على اثنين a اثنين في واحد هذا يساوي سالب اثنين موجب أو ناقص جذر التربيعي لأربعة أربعة في خمسة بسالب عشرين في سالب يعطي موجب عشرين على اثنين أي أنه يساوي سالب اثنين زائد أو ناقص الجذر التربيعي لأربعة وعشرين على اثنين أربعة وعشرين يمكن أن تكتب أربعة في ستة سالب اثنين زائد أو ناقص الجذر التربيعي لأربعة في ستة نخرج أربعة خارج الجذر بأثنين 2 جزر 6 على 2 فيكون x1 سالب 2 زائر 2 جزر 6 على 2 يعني يساوي لو قسمنا على 2 هنا سالب 1 زائر جزر 6 ويكون الجزر الآخر سالب 2 سالب جزر 2 جزر 6 على 2 نختصر أيضا 2 من كل البسط مع المقام فيكون الحل سالب 1 سالب جزر 6